يحتفل الجزائريون بإحياء يوم عاشراء على غرار الأمة العربية وجعلوا منها مناسبة دينية خاصة وبما أنه يوم إجازة فلا عذر للنساء اللواتي سيتفرغن لإعداد الأطباق التقليدية كالكسكس والشخشوخة والتريدة وغيرها هي الأكلات التي يشيع تحضيرها احتفالا بقدوم عاشراء لما تضفيه من خصوصية وبهجة خاصة خاصة عندما تجتمع العائلة بصفة جماعية حول ما يسمى القصعة لتناول العشاء وهي تتجاذب أطراف الحديث في جو بهيش حقيقة نديرين صعفة اللوحة ويضيروا ركل حالي يعيطوا كائنين دي بوجيران يجتمعوا حقيقة يغتنموا فرصة باش يجمعوا الشمل نحتفلوا بكل جزائريين نديروا فيها نديروا فيها تخشوخة نديروا تخشوخة عندنا العضاء نديروا تخشوخة ونديروا القشقشة ونتلموا العائلة كاملة نديروا شخشوخة نديروا تريدة تعطاجين نديروا تريدة تعلموس نديروا نحتفلوا بعشرة يجمعني يديروا بالكوكس يديروا جاج يديروا الميناء يديروا كيف يحتفلوا به في كل واحد وشي يدير بس احنا الأكثرين نديروا بالكوكس بالجاج إحياء سنة رسول عليه الصلاة والسلام ولمش من العائلة والحفاظ على أواصلها وتذكر من لا حول ولا قوة لهم من الفقراء والمحتاجين هي المعاني السمحة التي يسعى مجتمعنا للحفاظ عليها وتذكرها مع كل مناسبة دينية والعمل على نشرها للأجال القادمة الفعل العائلة لازمة كين عاشوا رب العائلة ما تكزيستيش جاب لربي لازمنا نقدموا الفاميليا يجتمعوا ويريحوا يأكلوا ونحكوا تذكروا للدين نعودوا نقولوا للأصل الحقيقي يحكوا لنا على الدين كيفش راي الدنيا دي كيفش راي تمشي راي تمشي أكذا أكذا نتلموا العائلة كامل نفرحوا يديروا الحنة لولاد صغار هذه هي تبقى عشوراء المناسبة الدينية التي تحمل في عمقها كل معاني السمو أولها حب رسول عليه الصلاة والسلام والعمل بما جاء به والسذكار مأثره التي سمت بروحنا عن باقي الأديان نعم